تفرد بعد البخاري صح والقرآن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حياكم الله أخواني الكرام وأخوات الكلمات في حلقة جديدة من برنامج صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى كالعادة في هذا البرنامج نتناول الأحاديث التي أخرجها ورواها الإمام العلم الثبت المحدث الإمام مسلم النيسابوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى نتناول هذه الأحاديث بالشرح والتوضيح ونبين أهم معاني هذه الكلمات التي جاءت في الأحاديث ثم نذكر شرح هذه الأحاديث باختصار ونذكر أهم هذه الفوائد والأحكام التي وردت في هذه الأحاديث أخواني الكرام وأخوات الكلمات ثواني معدودة نستمع لهذا الحديث ثم نعود عليكم مرة أخرى فانتظرونا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع أهلا وسهلا بكم أخواني الكرام وأخوات الكلمات عدنا لكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وبعدا استمعنا لهذا الحديث ولا يزال الحديث مصولا في شرح كتاب صحيح الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذا الحديث هو حديث أبو هريرة رد الله عنه وأرضاه بوابه الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بقوله باب في المتصدق والبخيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهم جنتان من حديد إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه حتى تعفي أثره وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه تقلصت عليه هذا الحديد اللابسة يتقلص عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها قال فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع في نفذ آخر مقارب لهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهم جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما يعني الإيديه إلى فوق وتراقيهما هذه التراقي الفوق فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة إن مصطت عنه حتى تغشي أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة مكانها قال فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها يوسعها ولا توسع يعني الصدقة أخواني الكرام أخوة الكريمات من أفضل الأعمال والقربات والخيرات هو بدل الصدقات ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه لذلك البخل عاقبته وخيمة وكذلك يعني البخل والشح هو يعني ضد هذا العمل الخير الصدقة وغيرها من هذه الأعمال الصالحة هنا النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثلا لرجلين الأول هو البخيل والثاني هو المتصدق شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين بأن عليهم جبتان منسوجتان من حديد كأنك لابس ما لابس من حديد من فوق إلى أسفل يعني جسدك والجبة يعني مثل العباء آخلة وهي ما يلبس فوق فوق غيره من الثياب ويكون هذا الثوب من ثديهما إلى طراقهما والترقوتان يعني أضماني مشرفاني في أعلى الصدر هنا تكون هذه الترقوة إلى جهة جهة النحر هذه الترقوة يقعاني بين ثغرة النحر والعاتق وهي إشارة إلى قصر الجبة على المتصدق البخيل للأسف الإنسان أحيانا لما يريد أن يتصدق يعني يحجم كل ما أراد يتصدق يحجم هذا الإنسان البخيل وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف حيث لا يعطي المنفق عطاء إلا سبغت عليه هذه الجبة يعني الإنسان الذي تصدق تتسر هذه الجبة الحديد وأما الإنسان الذي يبخل يعني تغلغ عليه هذه الجبة والعياذ بالله مثل ما نقول يعني تسكر عليه وتغلغ عليه فأيضا في هذا الحديث يعني بيان لشدة طولها يعني هذه الجبة على صاحبها وأما البخيل فكلما رجع عن الصدقة وأمسك عن النفقة وعن هذه الصدقات ومساعدة المحتاجين ضاقت عليه جبته حتى تلزقوا كل حلقة على جلده والعياذ بالله والأسف هذا الآن نراه عند بعض الناس يعني يعني يبخل مشروع خيري إنسان محتاج إنسان مريض إنسان مديون ما يتصدق ولا يعرف الصدقة ولا يعرف الزكاة والعياذ بالله على العكس من ذلك هناك بعض الناس كلما رأى إنسان محتاج أعطاه فقير محتاج أرمل يتيم مشروع خيري فتكاد تجده يعني يوميا يتصدق أو شبه يومي أو بالشهر عدة مرات يتصدق فالمراد أخواني الكرام أخواني الكريمات أن هذا الإنسان الجواد الخير صاحب الخير صاحب الفضائل إذا هم بصدقة انفسح لها صدره طابت نفسه فتوسعت في الإنفاق وأما هذا الإنسان الآخر البخيل كلما رأى مشروع خيري كلما رأى إنسان محتاج كلما رأى مسكين فقير فإنه يمسك والعياذ بالله فهنا هذا الإنسان قد شحت نفسه تجده بخيل شحيح وهذه صفة ذميمة لهذا الإنسان صفة ذميمة لهذا الإنسان والعياذ بالله لذلك ضاق صدره وانقمضت يداه وقيل يريد المنفق إذا أنفق كفرت الصدق ذنوبه ومحت هذه الذنوب كما أن الجبه إذا سبغت عليها سترته ووقته أما هذا الإنسان البخيل الذي لا تطاوعه نفسه على بذل الخير وعلى الصدقة وعلى بذل هذا المال فيبقى هذا الإنسان يعني على هذه الآثام فلا تزول عنه هذه الذنوب وهذه الآثام والعياذ بالله لذلك من فضل الصدقة أنها تكفر الذنوب وتشرح النفس وتشرح الصدر والشيخ منباز عليه رحمة الله يقول في هذا الحديث يقول ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير يقول كان جزاؤه من جنس عمله فهو ضيق الصدر ممنوع بالانشرح ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم كثير يعني الغم والحزن وهذا نراه أحيانا عند بعض أصحاب الأموال عند أموال كثيرة لكنه لا يزكي لا يتصدق لا يمذي المال وهو العياذ بالله فتجد فيه هم في غم في حزن والعياذ بالله نساء الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للبذل والإحسان وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صحة والقرآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر